كشف مصدر مطلع عن اتفاق لتقاسم المناصب في سنجار وسنوني والقحطانية في محافظة نينوى وقال المصدر أن التقارب بين الاتحاد الوطني والإطار التنسيقي والفصالة الأيزيدية أقضى باتفاق لتقاسم المناصب في مناطق سنجار وسنوني والقحطانية وتلعفر وأضف أن منصب قائم مقام سنجار سيكون من نصيب المكون الأيزيدي ومنصب مدير ناحية الشمال من نصيب الاتحاد الوطني ومنصب مدير ناحية القحطانية من نصيب الإطار ومنصب قائم مقام تلعفر المكون التركماني وتحديدا لدولة القانون وتشهد مناطق سنجار تداخلات سياسية وأمنية مع وجود جهات مسلحة مختلفة وعوائق سياسية تمنع عودة النازحين المتبقين من المكون الأيزيدي